السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم النهاردة هنتكلم عن حالة الطقس الجمعة 3 فبراير 2023 وتحذير من هيئة الارصاد الجوية بشأن حالة الطقس برودة وامطار وكمان رياحة واقية هنعرف التفاصيل بس قبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان كل الفيديوهات الجزيدة توصل لكم يتوقع هيئة الارصاد الجوية ان هيسود الطقس اليوم الجمعة هيكون طقس بارد في الصواح الباكر معتدل نهارا على قاهرة قبرى الوجه البحر يشمال السعيد وماء للبرودة على السواحل الشمالية ماء للدفق على جنوب سيناء وجنوب السعيد وهيسود طقس بارد ليلا على شمال البلاد حتى بقاهرة قبرى شديد البرودة على جنوب البلاد وعن الظهر الجوية اللى قالت عليها هيئة الارصاد الجوية قالت هيكون في شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وهتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة وفرص سكوت أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة وبالنسبة لحالة البحر المتوسط هتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر المترين والرياح السطحية شمالية غربية وبالنسبة للبحر الأحمر هتكون فيه خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر المتر و75 سنط والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية وكمان قال بيان هيئة الأرصاد الجوية أن فيه انخفاض في درجات الحرارة هيستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل بسبب تأثر البلاد بمصادر قتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط وأكدوا على استمرار الأمطار خلال 72 ساعة المقبلة ولفتوا الأنظار إلى أن هتكون الأمطار من خفيفة المتوسطة وتنحسر على السواحل الشمالية والمناطق المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري مثل اسكندرية ومطروح وكفر الشيخ والبحيرة وضميات وبرسعيد والدقهلية وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية اليوم الجمعة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والتي تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية وشددها على ضرورة القيادة بهدوء تام واتباع كافة تعليمات المرور وأوضحت إلى أن كميات الأمطار هتزيد يومي الأحد والإثنين المقبلين وهتكون أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وتتقدم إلى المناطق الداخلية لبعض محافظات الوجه البحري ومدن القناة وسط سيناء ولكنها أمطار خفيفة وكمان تبعد هيئة الأرصاد الجوية إلى وجود انخفاض كبير في درجات الحرارة على المناطق الجنوبية خلال فترة الليل هتصل درجات الحرارة على شمال السعيد إلى 5 و 6 درجات سجل الأكسر وأسوان جنوب السعيد 7 درجات وقاله كمان أن يوم السبت والأحد هتشهد نشاط في الريح وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على المحافظات ومدن مصر القاهرة العزمة 18 الصغر 10 ستة اكتوبر العزمة 18 الصغر 9 قفر الشيخ العزمة 18 الصغر 11 غور سعيد العزمة 17 الصغر 11 شرم الشيخ العزمة 22 الصغر 13 الأسكندرية العزمة 17 الصغر 11 الغرداء العزمة 20 الصغر 11 الأكسر العزمة 19 الصغر 8 أسوان العزمة 22 الصغر 10 الوادي الجديد العزمة 18 الصغر 7 أبو سنبل العزمة 20 الصغر 9 ده كان حالة الطقس وكمان الضوهر الجوية ودرجات الحرارة متوقعة لو فيه أي جديد هتلاقوه هنا في القناة فتابعوني وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك عشان توصلوكم للأخبار الجديدة ومع السلامة اشتركوا في القناة